لم تخل شوارع واشنطن ومدن أمريكية أخرى منذ تسلم ترامب السلطة من تلك التحركات الاحتجاجية الرافضة لقرارات ترامب ومنها ترحيل المهاجرين ممن لا يملكون أوراقا رسمية ترامب هدد بحجب التمويل عن مدن الإيواء التي ترفض التعاون بهذا الخصوص في ظل سعي العالم إلى توفير المساعدة للاجئين نحن شعب مكون من المهاجرين وقرار عدم استقبال لاجئين السوريين أمر صادم ويغطر قلبي ويشعرني بلش مئزاز المواقف تباينت إزاء قرارات ترامب المنسجمة مع تعهداته الانتخابية في ظل تردد الكونغرس في تمرير تشريعات تلقى معارضا سياسية وشعبية تتسع دائرتها يوما بعد آخر في ظل سعي العالم إلى توفير المساعدة للاجئين نحن شعب مكون من المهاجرين قرار عدم استقبال اللاجئين السوريين أمر صادم ويغطر قلبي ويشعرني بلش مئزاز التوجه إلى حظر دخول المهاجرين يستند إلى مشاعر الخوف لدى الفئة المتحكمة التي تنوي تجسيد مزيد من القوة والصلاحيات بين أيديها في المقابلة فإن التأييد والدعم كان بارزين لقرارات ترامب من قاعدته الجماهيرية التي توصف بتشددها وعدائها للمهاجرين هذا ويرام مراقبون أن توقيع ترامب على تلك القرارات يدل على مضيه في التحريض على المهاجرين بتحميلهم مسؤولية أزمات البلاد الأمنية والاقتصادية لصرف الانتباه على حقيقة أسبابها البنيوية محمد كريم واشنطن